اشتركوا في القناة تخطى يعني 35 مليار دينية يعني تقريبا 3.5% من الاقتصاد الرسمي بالمؤشرات لو بصينا على مصر ودول اخرى زي انه دول بين 3 الى 4 4.5% صرفة على اقتصادات ده شي طبيعي يعني ممكن يقولي ان مصر نسبة الصرف بتاعنا على اقتصادات طبيعية قليلة شوية بس طبيعية انما اللي دخلنا في الموضوع الاقتصاد الغير رسمي نكتشف ان مصر صرفها قليلة جدا على اقتصادات وهنا الفرصة بتاعة مصرية اقتصادات في انها تبقى مقدمة في هذه التصبات من ككامل ان قياسا السوق المصري تستطيع ان يصرف المزيد لو لاع القيمة الجيدة اللي احنا يعني بننتمي ان احنا نفتح الادوار انا بس عايز اوضحها ويعني ده تصير مني ان انا بشيري الى البنك الاهلي وبتكلم عنه يعني كشراكة بس احنا مقدم خدمة ودعمي احنا احنا هننت شبكة الالياح الطبيعي بتاعتنا 121 فرح وانا لقى وانا طلقى مقابل دوري شهري او سنوي يعني من السادة البنك الاهلي مقابل هذه الخدمة قيمة العادة ده للمدى الفعه السنيني وقيمة الفعه حوالي 90 مليون جديد فهي حاجة طب طبال حاجة كويسة جدا بالنسبة للطعم صافي وزي ما قال يعني عايز اوضح حاجة بس علشان هما على لسانهم يعني ده ده زي ما يقوله اتوميزيشن للبنك يعني ايه يعني البنك كان بيغصر فلوس جزء من الفلوس ديت هيبتدي يصرفها دلوقات مع المصير الى الصلاة علشان يتوسع والانفاسمت اللي بعمودة او السمار ده يكفي لسنوات قادمة فهي خطوة على طريق صحيح تفتاكم المشهد بتاع باعة غاز للبنات والحياة اللي كلها في مقدمة المظاهرات كلها فده اقتصاد غير رسمي ده باقة عارض جائلين حضارك تنزل وسط البلد محتلين الشوائع بيبيعون وردون ده اقتصاد غير رسمي بسبب ناس قادرة تستمر في الحياة وعندها مصادر التخفي ولكن لا تساهم في نمو مؤشرات الدولة فالنسبة للحياة بتقولها بدون شك خمسة مليون واحد يتعمل خمسة مص حياة لخلط التخفي شوائع بيها عدد عملاء البنك في حمل ثلاثة مص مليون عميجة كان أستاذ إيهاب يقولوا خمسة مص انهم لان في بعض الناس مشوا عملاء لان في منظومة حكومية اللي هي صار في المرتبات عن طريق اتقاط للحاجات التقريب فبدون شك في شغط وتضافر جمهود مطلوبة ما بين السياسة النقدية وسياسة المالية في فرق بين السياسة المالية السياسة النقدية لنصول عنها البنك المأكد والجهاز المصرفي وسياسة المالية لأي أخزار المالية وكذا الأخر وده بدون شك في تعاون مفر جدا بيها تصدرهم لتدعين هذا التقريب لأي؟ أنا مش بس عايز العميل الفرد اللي هو بيعمل إيدعاة ويظهر الإيدعاة شكليئة ويتعامل مع البنك لا بكمان أنا عايز المقتلط المشروعات المتوسطة أو الصغيرة والمشروعات غير باسمية يعني هي أكبر من المتوصفة كرامة حضرتك فيه ثقافة مصرفية في أوروبا والولايات المتحدة الثقافة المصرفية بتبتدي مع الطالب أول ما يدخل الكمعة بياخدوا تهربة طالبي طالبي ويسددوا بعد ما يتخرج وبيصبح فيه صبت التعادم اللي هذا الشخص معلش أنا عادل ده مقتمر اتصالات واتقنية معلومات دخلته شوية بنوك زياد ولكن اللي بيعصل هزي العلاقة بتبين هزي بات وبيصبح عنده تاريخ اعتماني من ساحة ما بتخرج من كاملة